السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية كشفت مجموعة من التقارير الاخبارية عن احتمالية معاقبة رئيس الجامعة من لدني الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد اقتحام فوز لقجة لارضية ميدان ملعب كارينجراد للاحتجاج على اداء الحكم الاصباك رفشان ارمتوف وكان الحكم المذكور قد حرم المنتخب المغربي من ضربتي جزاء بالاضافة لاحتسابه هدفا مثيرا للجدل لحساب المنتخب الاسباني هذا وتعد هذه المرة الوحيدة التي يقتحم فيها رئيس اتحاد قروي ارضية ملعب ما في نهائية كأس العالم منذ واقعة دخول رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم فهد الاحمد الصباح في نسخة مونديال 1982 بعد احتجاجه على احتساب هدف فرنسي ضد منتخب بلاده لماذا الفيفا لا تعاقب الحكم الامريكي ماركيكر الذي قاد مباراة المغرب والبرتغال وكانت هناك كارتا في التحكيم لماذا تخيلوا معي لو ان ماركيكر تحيز للمنتخب المغربي وفاز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي واقصي المنتخب البرتغالي بسبب اخطاء تحكيمية وقع فيها ماركيكر لا اصدرت الفيفا عقابا في حق الحكم الامريكي ماركيكر فلماذا لا تعاقب الفيفا الحكم الاسباكي الذي قاد مباراة المغرب واسبانيا لماذا؟ لو ان الحكم الاسباكي كذلك انحاز الى فريق المغرب واقصي المنتخب الاسباني بسبب اخطاء تحكيمية وقع فيها الحكم الاسباكي لا اصدرت الفيفا كذلك عقابا في حق الحكم الاسباكي قد يمكن انه توقفه عن التحكيم الدولي ولهذا يعني هذا شيء مضبر يعني من البداية حتى ان المنتخبات العربية والافريقية تقصى من الضوري الاول شكرا على المشاهدة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشتركي الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة